استجداءات حوثية متكررة للسعودية من أجل العودة إلى مسار المفاوضات المتعثرة في مرحلة ما اعتقدت السعودية أن الاتفاق مع إيران سيقود إلى انفراجة في الملف اليمني هذا الاعتقاد جعلها ترسل وفودها إلى صنعاء محملين بوعود للتسوية وكثير من التنازلات لكن طهران على ما يبدو خذلت الرياض وحصرت الحوار بينهما على الملفات المباشرة بين الدولتين دون التطرق إلى نقاط الاشتباك الأخرى في الإقليم ومنها ملف الحوثيين التي لم تشأ إيران تسويته وجعلته مفتوحا في سبيل الحصول على تنازلات مرحلية أو الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية في المنطقة وهذا بدوره جعل الرياضة تتريث في التسوية مع الحوثيين الذين يعيشون مرحلة انتظار مقلقة وبها الكثير من المخاوف من أن يتغير الوضع الإقليمي وتنسحب الرياض من تعهداتها زعيم الميليشيا وفي أحدث ظهور له قال إنه إذا لم تحصل تطورات إيجابية في مسار المفاوضات فإنهم سيتخذون موقفا حازما وصارما في إشارة إلى العودة إلى التصعيد العسكري المتوقف بين الطرفين وزعم أن الميليشيا أفسحت المجال للوساطة بالقدر الكافي وأنه لا يمكن السكوت عما هو حاصل طويلا مجددا التمسك بالاشتراطات التي قالت السعودية والشرعية إنها السبب في تعثر المفاوضات هذه التهديدات تأتي في ظل زيارة قريبة للوسيط العماني إلى صنعاء من أجل إنعاش مسار التفاوض الشرعية في المقابل حملت الحوثيين مسؤولية إفشال الحلول التي تقدمت بها وخصوصا ملف صرف رواتب الموظفين وزير الإعلام معمر الإرياني قال إن الحكومة التزمت نهاية 2018 بدفع رواتب موظفي الدولة كافة مقابل توريد الحوثيين إرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي بالمحافظة تنفيذا لاتفاق السويد إلا أن الميليشيا تنصلت ونهبت الإرادات موضحا أن الحكومة أتبعت ذلك بدفع رواتب ما يزيد على 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثيين عام 2019 إلا أن الميليشيا أيضا عطلت ذلك مطلع 2020 ومنعت تداول العملة النقدية الجديدة الخاصة بالحكومة الشرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر